نحن معا في الجملة 129 بعد جلسة برلمانية امتدت لما يزيد عن 14 ساعة وفق مجلس نواب الشعب التونسي على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها الياس الفخفاخ بعد جدل سياسي تواصل على مدار الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة تشكيلة الفخفاخ الجديدة نالت ثقة 129 نائب مقابل رفض 77 فيما امتنع نائب واحد عن التصويت واستبق الفخفاخ التصويت على حكومته بالتأكيد على ان التشكيلة الجديدة تضم جميع الطائرات السياسية في تونس وانها تتمتع بالكفاءة والوطنية وطالبا بصلاحيات قوية لحكومته تحت رقابة البرلمان انا ما عندي مشكمة حتى حد بل انا الحكومة سعيد باش نعملها فيها مصالحة وطنية حقيقية وفيها وحدة وطنية حقيقية كل العائلات السياسية موجودة في الحكومة هذه وقبل اسبوع اعلن الفخفاخ عن تشكيلة معدلة لحكومته مقارنة بتلك التي اعلنها قبل ايام والتي رفضتها حركة النهضة القوى الاكبر في البرلمان وتتألف الحكومة الجديدة من ثلاثين وزيرا وكاتبين للدولة سبعة عشر منهم مستقلون بينما ينتمي ستة وزراء الى حركة النهضة وثلاثة الى حزب الطيار الديمقراطية ووزيران الى كل من حركة الشعب وحزب تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطنية وبعد نيل ثقة البرلمان من المنتظر ان تسلم حكومة تصريف الاعمال بقيادة يوسف الشاهد السلطة لحكومة الفخفاخ لتباشر مهامها رسميا وتبدأ بمعالجة حزمة من التحديات التي تنتظرها خاصة الاقتصادية والاجتماعية